الموضوع الثاني كمان اللي معايا ومن احنا بتأكيد برنامج سوشيال ميديا فبيهتموا اكتر بالحالات اللي موجودة عبر الانستجرام والتويتر والتغريدات اللي في تويتر او حتى البوست اللي موجودة عبر الفيسبوك مبارح افشا ومحمد محمود كانوا عاملين حالة جميلة جدا عبر السوشيال ميديا من خلال صفحاتهم الشخصية عبر الانستجرام والحالة دي لازم نبرزها لازم نوضحها للناس ونوريهم ازاي فيه روح جميلة ما بين اللاعبين داخل ملعب التيتشو في التأسيمة وفي حتى في التدريبات اليومية بالامس مبارح افشا كان بيكون مجموعة هيلعب بيها في التأسيمة قدام مين؟ قدام محمد محمود وكون مجموعة اخرى محمد محمود كل واحد بيختار بقى اللعيبة اللي ممكن تكون معاه في التأسيمة مثلا افشا اختار كريم فؤاد محمد محمود خاد محمد هاني وفي النهاية كانت تأسيمة قوية جدا بين الاتنين قدامك على الصورة هي الفكرة في ايه؟ اللي هيكسب هياخد التيشرت بتاعتيني فكان الفكرة نح戲 محمد محمود بسا ايه؟ افشا انت لو خسرت التأسيمة اخد منك التيشرت رقم 19 وفي الاخر محمد محمود كسب التأسيمة طيب هل خد التيشرت رقم 19 بتاعة افشا؟ طبعا قدامك في الصورة افشا لما نصر الستوري بتاع الصورة كتب عليها مش هسيب لك 19 ما تخافش ده محمد محمود بيقول لأفشا مش هسيب لك 19 ما تخافش افشا رد عليه قال له ماينفعش اصلا حد يلبسه غيرك ياومحمد محمود بيقول له ماينفعش اصلا حد يلبسه غيرك يا افشتنا يا جميل نهارده ايضا كان في نفس الاستوري مس لسه Ben있ante كان برضو محمد محمود مع برستاو وفي تنافس في التأسيمة الرئيسية ما بين اللعيبة اعايزين نبرز ان في النهائية اللعيبة في التأسيمة بيبقى في حماس في تحدي بتحاول تخطي دوافع ليها وفي الامر في النهار زي ما انyt شايفين بيبقى عبر السوشيال ميديا رائع جدا وده بيعكس الحالة الطيبة والروح الجميلة بين اللعيبة أفشا بيقوله ما ينفعش حد يعني مش هسيب لك 19 ما تخافش يا محمد ومحمد بيقوله كده كده ما ينفعش أصلا حد يلبس غيرك يا أفشتنا يا جميل رقم 19 والصراع اللي كان في الهزار ما بين أفشا ومحمد محمود في تأسيمة مبارح والنهاردة أيضا كمان كانت بين بيرستاو ومحمد محمود المهم إن شاء الله يكون فيه استعداد بشكل جيد جدا خلال المرحلة القادمة